زخم متباين تشهده المكتبات ومحل أدوات المدرسية لاستقبال طلبات الأسر تزامنا مع بدء الدراسة في مدارس وجامعات مصر زخم يتوازى مع زيادة في مبيعات مصنع الورق محليا في مصر بنسب قاربت 35% ولكن مرجعه ليس بدء الدراسة قدر تنظيم سوق الاستيراد عبر ضوابط منظومة الجمارك الموحدة ما دعم قدرة منتجي الورق المصريين على المنافسة محليا نسبة الزيادة في الانتاج والمبيعات اللي هي حوالي من 30% لـ 35% دي نتجة نتيجة للتصدير ونتيجة لزيادة الاستلاك المحل السنة 2020 كان فيه تباطق في الانتاج وتباطق في البيع مش عاوز أقول كساد علشان أفرق بين الكساد والتباطق لأن المصانع ما كانش بتنتج بكمل طاقتها وكان فيه توقفات كتير ولا تقتصر صناعة الورق في مصر على ورق الطبعة فهناك الورق البني وكذلك منتجات الورقيات الصحية والتي تشهد منذ العام الماضي نموا في حجم الطلب عليها تزامنا مع جائحة كورونا والتي ضعفت من طلب المستهلكين على شراء منتجات الرعاية الصحية الغرقية بشكل عام جمالي الاستثمار بتاعنا حوالي 35 مليون دولار ونسبة المبيعات بتاعتنا كبرت بحوالي 14% عن السنة اللي قبلها ده مقارنة بالسنة 2019 يعني انا بننتج من جميع انواع الورق حوالي 2 مليون طن اشهرهم الورق الصحي وده بننتج ما يكفي الاستلاك المحلي وبننتج ما يصدر وبعدين البنيات اللي هي الفلوتينغ والتيست لاينر والكرافت بننتج كمية كبيرة ويصدر منها الآن كميات الجدير بالذكر عن استثمارات صناعة الورق في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتفي الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية باحتياجات السوق المحلية باستثناء الورق الابيض وورق الكتاب ويبلغ حجم انتاجه المحلي نحو 180 ألف طن سنويا فيما بلغت واردات مصر من الورق الابيض 3 ملايين طن سنويا في نهاية عام 2020 محمد سعيد اقتصاد الشرق مع بلومبرغ القاهرة المفارم في العالم